فيه اجتماعات مهمة جداً النشاط الجمد بالكامل للنشاط الرياضي في النادي الأهلي ومعظم القلعة الرياضية في مصر جمدت النشاط واللجنة الأولمبية لكن هو ده مش الحل يعني مش حل انك تجمد النشاط الرياضي ومش الحل انك توقفت دوري تلعبي بقى من غير جمهور تلعبي في ملعب ما تلعباش فيها إنما انت عارفت 19 فرق فيهم 6 فرق ولا 7 فرق اللي قندية جمهرية والبيئة قندية من غير جمهور خالص فانت عندك فرصة انك تعملي ده مش شرط عشان يعني انت حتة كتلمة الغاء الغاء الرياضة دي أو تجميد نشاط كرة القدم ده عارة على جبين بلد لازم أنا عندي الأفكار نطلع من هذا المأذك وبعدين كلنا عارفين المخرب فين كلنا شايفين مين اللي بيعمل السبب سواء كان قلة بتنزل واحد ماسك عصايا ولا رايح بسلاح ده ده ناخده على طول وبعدين الزابط يقوم ماسك أو العسكري ماسك الراجل من دول وامطلعوا مصروا تاني الملعب اتفضل حضرك حاجز فين اتفضل ساعتك اتفضل هنا لا بعد المطش بأنزل اعمل لانت حاجز مش ممكن يا جماعة مش ممكن ده مش تقليل من الأمن الأمن عمل الفترة اللي فاتت الدور كويس جدا لكن لماذا تراجع الأمن في حاجز التوقيت بالذات ليه تراجع وبعدين في العالم كله مفيش أمن بيأمن المباريات ده أمن خاص مع لجان من الجمهور وما فيش روابط مشجعين بتخش كده روابط المشجعين كلها مسجلة في الاتحادات بتاعت وكل واحد كرنيه برقم وكل واحد معروف مشجع عمل حاجة ما بدخلش كذا 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 ولكن في الآخر كلنا عاملين يعني حالة من معرفش حالة من اللاوعي ولكن أنا بقول لحضرتك فيه أشياء مقصودة والنهاردة اختلط الحبل بالنابل واختلطت كرة القدم بالرياضة بالسياسة ودي المشكلة دي مشكلة كبيرة كل حاجة اختلطت بالسياسة كل حاجة رأس المال اختلط بالسياسة الدين اختلط بالسياسة الرياضة اختلطت بالسياسة السياسة لازم تبتعد عن كل ده بالذات الرياضة الرياضة لا ينفع يدخلها لا سياسة ولا دين الرياضة تبقى بعيد خالص الرياضة حاجة سامية جدا مع نفسها خالص أخلاق الدين هي اللي تخلينا نمارس نرارة بشكل كويس الفيرب ليه أو الروح الرياضية أما ما يحدث في الملعب في فترة الأخيرة ده بقاله فترة عمال يحصل ومحدش عايز ياخد قرار مش أول مرة جمهور ينزل ملعب يعني برضو في الأثناء دي مجلس النادي اللي بيناقش طلب مانو الجزيه وجهازه الفني فسخ التعاقد الجهاز الفني للنادي الأهل الأجنبي طلبه فسخ التعاقد وعدم الاستمرار مع نادي اللي مانو الجزيه طلب ده فده بيتناقش دلقتي في مجلس الإدارة يعني وصلنا المرحلة احنا بنقول للناس كلها احنا مش أمنين احنا لسه عندنا مشاكل مش عايزين نجدب بقى دي صورة واضحة ما نفتاش نطلع نجمل الصورة كفانة تجميل الصورة لأن ما فيش صورة نجملها حقيقي الوضع سيء ويا جماعة أرجوكم 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 يعني البلد مش محتاجة أكتر من اللي احنا فيها ولكن تتخيل فريق كورة رايح بيخش كل شوية جسس بتخش قدرة اللبس كل شوية تخش جسة وكل شوية فطبعا يعني يعني موضوع ما حدش يصدقه يبكي الرئيس الاتحاد الدولي أعلن أسف وقال إنه ده يوم أسود انبارح بعد الحدث بالزبط فلتر قال ده يوم أسود في تاريخ كورة القدم العالمية ليه نظهر بهذا الشكل ومين اللي عايزنا نظهر بهذا الشكل وكل مرة نجيب يعني بضع على كام واحد ماش هم اللي بيعمل ده بيمتقدرش تمسكه وانت شايف وفي الآخر بتلم تلاتة اربعة ولا عشرين ولا التلاتين يخشوا نيابا يطلعوا بالليل لأنه مش هم دول دول كانوا موجودين في الملعب بيتمشوا دول بعد ما خلصوا كل اللي هم عملوه ألعين الحزمة ومشيين في الملعب أنا بقول له حريك لو عدت اللقطة هتلاقيهم كلهم بينين قدامي أيوة وبينين قدام الناس كلها أيوة أيوة يعني ده لازم يعني في حاجة واضحة في واحد بيعمل جرم بيبين نفسه بهذا الشكل وما حد شامه إلى هذا الحد وصلنا أنه مفيش كبير أستاذ القاهرة والحريي اللي حصل في أستاذ القاهرة والماتش ما بين الزمالك والإسماعيلي فكرة إلغاء المباراة طبعا جات متأخرة برضو بس يعني المباراة تم إلغاءها نكلم شوية أستاذ هام عن مباراة زمالك والإسماعيلي في أستاذ القاهرة بداية القراكة من كابتن حسن شحاتة بين الشيطين لما عارف بالأحداث أخذ قرار مع الجهاز الفني الإسماعيلي بإلغاء المباراة ودي حاجة تحسب لكابتن حسن شحاتة والراجل مبارح بالليل اللي كان عايز يتوصل لعيب تنادي القلي كابتن حسن شحاتة كلم لعيب تنادي القلي وكلم منو الجزيه واطمئن عليهم وعمل محاولات مدنية من خلال أحمد حسن ومن خلال بعض اللعيبة ومن خلاله هو عشان يوصل لعيب تنادي القلي ويطمئن عليهم والراجل صرح تصرحات من أعلى ممكن في الرقي وهو ده الموديل الفني الكبير إنه قال لك أنا ماتش ولا هميني ماتش ولا هميني أكمل دوري أرواح الناس وإن هذا ما يحرص لازم عايز وقفة فأنا أتمنى أن تكون الوقفة على المستوى من أول اتحاد الكرة واتحاد الكرة لازم يراجع نفسه واشوف كراراته لأن للأسف إذا كانت الإدارة إذا كان من يدير الكرة هاوي ومن يمارسها محترف فإذا هي المشكلة يعني إحنا عندنا في الكرة الفني اللي بيدير المهندس مش المهندس اللي بيدير الفني لأن من يدير على أعلى الهرم هاوي ومن يوارس محترف هنا المشكلة وكمان قصة التطوعية كله لك أصنعنا متطوع سيدة أنا مش عايزك متطوع أنا عايزك بمرتب وعايزك مسؤول عشان عارف حزبك أول ما حزبك تقول أنا بقدم استقالتي وأنا ماشي ده أنا شغال ببلاش الكلام ده كله لازم ينتهي ولازم تحصل ثورة في اللوايح الرياضية ولازم مجلس الشعب اللي اختاره الشعب يكون ليه وقفة في هذا الموقف الإنساني اللي أنا بقول مهما يحصل ليمكن هنعوض ناس واحد رايح يشجع رياض واحد رايح يشجع كورة أخير يعني كل جريمته يعني إنه رايح بيشجع مباراة كورة قدر يرجع جثة هامدة الأهل كل أمه كل زوجة اللي ابنها أو اللي زوجها راح النهاردة راح مبارح يشجع الفريق بتاعه ما بنتكلمش عن الناس اللي هم راحوا بالمطاول اللي دور مش مشجعين كورة لا 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 خالص ولا اللي راحوا بالأسلحة اللي دور مش مشجعين كورة أحنا بنتكلم عن المشجعين اللي بجد كانوا رايحين عشان يفرحوا في فريقهم وللأسف ما راجعوش لأهليهم فكرة الاعتزال أو يعني سمعنا مبارح كلام كتير جدا بعد الجريمة اللي حصلت مبارح في المطشين إنه أبو تريك اعتزل فبيليه بركات وبعدين اتقال متعب وبعدين تم تجذيب الأخبار مش مظبوط مش مظبوط عايزين بقى صحة الخبر ده ما هو ده بقى ما هو بصي اللي بيفتعل ده كله هو عايز يوصلك لكده اللي الناس دي تبطل واللي الناس دي تسكت واللي يلغي الرياضة واللي يجمد الرياضة يوقع بلد بالكامل ومنظوم الكامل زي بعض القوامل السوداء عشان مثلا كان موجود جنب ده أو كان رئيس سابق أو حد بيكرمه طيب ما كله تكرم هو عمل هو تكرم أي عشان عمل إنجاز فهنا عندنا حلم من الحلط أي حد بيعمل إنجاز يتحطط بالظبط فإحنا عاملين حلم من الخلط حتى الآن هي حلم من الخلط أيضا يعني حضرتك بتكذب كل الإشعاعات اللي تلعت البارح بخصوص اعتزال أمريكا متعب الكلام ده مش مظبوط نهائيا ولكن أنا عفوا اللعيبة محتاجة قصة من الراحة اللي شافوه اللعيبة مبارح يا جماعة ما حدش يقدر يستحمله وأنا بقول يعني إن الناس اللي راحت والجمهور اللي راح ده وإن أي واحد يتصاب مبارح زيه زي اللعيبة الأهم طبعا أهم من اللعيب لأن في بعض الناس طمنونا على اللعيبة يا جماعة الجمهور أهم من اللعيبة وزيهم زي بعض ما فيش حد أقل من حد الاتنين في كفة واحدة والاثنين كانوا في موضوع واحد لكن معرفش البعض برضه حاول يزوج الأخبار دي وللأسف بتتنقلها ووسائل الإعلام ودي حاجة غريبة جدا أننا ما بنتأكدش من الخبر أبدا أي حد نهاردة بلك أنباء عن كذا كذا فيه خبر يا فيه خبر يا فيه نفيه فيه حاجة أسميه بقى نحن فيه مرحلة لا يصح فيها اللغة فيه العنوين الإخبارية وفيه الأحداث الهمة حضرتك شايف أنه إلغاء الدوري أو إلغاء المباريات في الوقت الحالي أو إلغاء التجمعات إذا إحنا هنعمل دوري أو نعمل مطشط فما يبقاش فيه تجمعات فتبقى من غير الجمهور ولا نلغيها خالص لحد ما الأمن يستتب ويبقى فيه رئيس للبلد ويبقى فيه حكومة حقيقي نقدر نحاسبها وحكومة حقيقة تقرى تحفظ لنا أمننا أنا هقول لحضرتك حاجة من الصعب جدا أنك تعطى لي مسيرة كرة قدم أو رياضة من الصعب جدا يبقى بلد من غير رياضة يا جماعة والله الرياضة رياضة ما عايزة حلقات عشان نقول أهمية رياضة إيه أي بلد بتقع أو أي بلد عايزين نكبرها بتكبر بتلت حاجات بالعلم والبحث العلمي والرياضة ده المسلس اللي أي بلد بتطلع منه فالرياضة دي طلع مهم جدا أنا ما جيش أوقع المسلس بقول أن أنا مش عايزة أجمد الرياضة وهم عايزين يكبرونا على كده هم دول مين بقى لازم نوصل لهم لأن هما قدامنا في كل حت اللي بينزلي عمل عمل تخريبي ده قدامنا في كل حت وأنا بسيبه يعني أنا مبارح قدامي المخرب قدامي وبسيبه اللي شايل سينجا ومطوى قدامي وبسيبه اللي شايل شومة بسيبه اللي قطع الملعب وجير المسافة دي كلها واقف كده هو عامل نفسي مش شايف ما ينفعش فدي المشكلة اللي إحنا يعني لازم نتدرك طب يعني حادتك شايف أستاذ ياهاب أن إحنا مش المفهود نلغي الماتشات ولا نلغي الدوري ولا نلغي الحاجات دي نعملها من غير مثلا الجمهور ولو تعاملت من غير جمهور هيرد علي حد تاني يعني إحنا عملين نفكر وحتى نفسي مكاني اللي يتفرج علي لا بديل لا بديل حتى الآن إنك لازم تستأنفي في الوقت المناسب ولكن من غير جميل خالص من غير جميل طب التجمعات اللي هتحصل في الأهاوي وفي البيوت وفي الشوارع عشان الناس تتفرج على الماتشات دي ما فيهاش خطر برضه ما فيهاش خطر ليه بقى لأنك كل تجمع في مكان أو في نادي أو في كافية أو 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 كلهم معارفين بعضا ما فيهاش حد مندس عصلي مش خمسين ألف ولا ستين ألف ولا تلاتين ألف فيدس منهم خلاص معروفين أنا ياسف الزمان المجوه على الله هتبقى معروفين النادي الأعضاء بتوعهم معروفين فخلاص كل شيء معروف مش يحصل بقولك مش يحصل خلافات خالص أما اللي بيحصل ده ده جمهور مش بتاع كرة قدم ده جمهور ده جاي دول مشاغبين بيندسوا وبيحجزوا مقاعدهم الكلام ده من قبل انتخابات مجل الشعب ما بيحجزوا مقاعدهم في المحافل الكبيرة وفي كرة القدم لأن ملاعب كرة القدم الأكثر تسميعا على مستوى العالم وعلى مستوى الشعبية الحكم كان ليه أي دول وكم الحكم في المباراتين اللي زي كنا بنتكلم عن الزمالك وزي كنا بنتكلم عن الأهلي الزمالك والإسماعيلي طبعا والأهلي والمصري الحكم في الماتش الإسماعيلي انه بيلغي المباراة طبعا وفقا لدرقة الجهاز الفني وانه خد قرار ان المتش والفرق مش هتلعب طبعا كان لازم حكم في المباراة الاهلي انا مش عايز اجي على الحكم لانه اضعف شيء في المنظومة اعضاء اتحاد الكرة اللي كانوا شايفين الكلام ده فين؟ مراقب المباراة اللي بيكلم اتحاد الكرة فين؟ حكم نفسه كان لازم يكلم اتحاد الكرة ولكن هي المشكلة ان لو الحكم كان قال هلغي المباراة ما كانش حد يطلع من الملعب خلاص انت بقى اتف خلاص يعني انت بقى حولك نار فلازم الزكاء في الخروج منها كان فيه زكاء امني كبير جدا في مباراة الاهلي والمحلة زكاء امني ونزولوا فرقة المحلة تسخن وطلعوا فريق الناد الاهلي وامنوا انما في بورسعيد انا اشعر بان هناك مؤامرة تم تدبرها وكان فيه كمين في بورسعيد لجماهير الكرة المصرية كلها مش لجماهير الناد الاهلي حقيقي لجماهير مصر كلها حقيقة فيه كمين كبير طيب نتكلم عن اتحاد الكرة حدتك قلت انه تنبأته او توقعته اللي كان هيحصل ده والناس كلها كانت متوقعة وكثير من انه قدرياديين كانوا متوقعين انه وارد مش بهذا الشكل انه يحصل احداث شغب شغب الحاجات اللي هي كنا شفناها قبل كده في المطشط شفناها في السودان شفناها في الجزائر ودول تقريبا اكبر حادستين حصلوا للمشاجعين المصريين موقعة السودان لما حصل التراشق بين البلد الجزائر الجميل اللي هو وطن عربي مع الجمهور المصري شف كل اللي حصل ده وكل الدين تقليل ما فيش واحد مات من هنا ولا واحد مات من هنا لان دول جمهور كورة جمهور كورة لا بيروح لابس لاح ولا بيموت يعني اخره هتفات موسيقى ضد هتفات موسيقى لا يتعدى زالي جمهور كورة اخره لافتة لما غير كده ما فيش اي حاجة فشوف كل الصخب اللي كنا عايشين فيه ده ودولة ودولة وكيان ما فيش واحد مات من هنا ولا واحد مات من هنا مزبوط هنو عندنا 74 72 74 74 ومثان موسيقى ده المعلن عليه حتى الان وغير المية وخمسين اللي تم اسعفهم من برع في الساعة توميش غير الناس اللي تحملت تحمل المسؤولية للتحاد الكورة كمان اول متحمل اتحاد الكورة تحمل مسؤولية داخلية تتحمل مسؤولية والاعلام الرياضي يتحمل مسؤولية النقد الرياضي للأستاذ إيهاب بشكر حررتك على وجودك معنا النهاردة إيهاب الخطيب بشكر حررتك على وجودك معنا النهاردة شكرك يا فنم شكرا ومرة تانية بنعزي كل المصريين ومرة تانية بنقول لحضراتكم البقاء لله وأفتكر أنه أسر الشهداء أو أسر المتوفيين وصلوا يعني خلاص لشان يبتدوا يستلموا الجسس بتاعت أولادهم وبتاعت أزواجهم اللي راحوا يشجعوا لغير كمان أنه فيه قطر تقريبا وصل المصابين خلاص لقاهرة مصبوط مبارح بالليل وفيه النهاردة ولا لسه فيه النهاردة برضو بعض النهاردة كمان لسه بيوصل نروح للفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك ساعدت تابعونا